أعلن اليمن حالة الطوارئ في جزيرة سقطرة بعد أن اشتح الإقصار المدري موكونو عدة قرى وأدى إلى فقدان ما لا يقل عن 19 شخصة المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قال إن أرخبيل سقطرة محافظة منكوبة وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قرىهم والمواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال وتقع جزيرة سقطرة بين الشبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وتخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والتي ما زال رئيسها عبد رب منصور هادي